اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني بشأن القرار 1701 تشكل تدخلاً فاضحاً ومحاولة لتكريس وصاية مفاوضية على لبنان وأوضح ميقاتي أنه يستغرب حديث رئيس البرلمان الإيراني عن أن تهران مستعد للتفاوض مع فرنسا بشأن تضيق القرار الذي يطلب إسرائيل بسحم جبيع قوتها من الجنوب اللبنانية ويؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كافة أراضي البلاد وأضاف ميقاتي أن التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه لا للسعي لفرض وصيات جديدة